لما كنت عبانة او اقول لهم خدوني اشم ريحة الهواء اللي هناك في القلعة اطلع فوق لا 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 مش القلعة نفسها المنطقة اللي هي الجامع السلطان حسن والرفاعي والحتة اللي فيها السلم اللي هي بيصور فيها الافلام كلها دي واروح هناك اشم الهواء تغيط دلوقتي بتروح القلعة؟ اه طبعا من غد دلوقتي وحلم حياتي اسكن فيها بيت في القلعة؟ اه انا لا فيها لا في تجمع ولا في اكتوبر ولا في الكمباونز دي ولا الكلام ده انا اقول له انا عايزة روح اعيش في البيوت المزايتة في الشوارع المزايتة اللي هي بقالها كرون بقالها كتير هي حلوة صراحة البيوت القديمة لكن الصحر اللي احنا عايشين فيها دي يعني مثلا ما بقيها طب زبطي كده بيت من البيوت القديمة انا هنا جي لي تليفون لقينا تعبان في البيت عارفة يعني ايه لقوا تعبان في البيت؟ هلأ بالبيت اللي انت فيه؟ بالكونباوند اللي احنا سكنين فيه الجديد؟ انتبهي اه تعبان ده معانا انا مش دخل التجمع مش مش دخل البيت هلأ ومين يخش البيت فيه تعبان فانا حضرتك مروحة يعني انا مسافرة راجعة القاهرة ومش عارفة هباد فاني بيت من البيوت صحابي بس مش هدخل البيت اللي في التعبان ده تاني مستحيل موقف العيال ايه دلوقتي؟ يعني علاقتك بيهم بيت عاملة زي لا لا الحمد لله كويسين جدا وهم عايشين معايا بني وبن طبعا والدهم بيشوفوه كل ما هم بيحتاجوا وانا مربيهم على كل واحد يبقى نفسه وانا معرفش ماما يعني ايه انا بتعلم فيكم فساعدوني اني انا زيكم انا مش عارفة ماما دي المفروض تعمل ايه؟ الام بعمل اللي انا بقدر عليه ولي ما بقدرش عليه هم بيساعدوني فيه هم عندي كبيرة انا سام بيتك كبيرة دي متميزة جدا جدا فوق ما تتخيل وشاطرة اشارة فنانة رهيبة وعزفة ماهرة بيانيست يا سلام ماهرة كأنك بتسمع يني يني لدرجة اننا بتحايل عليها تطلع معايا مرة عن مصر تقول لي لا انا مش عايزة بقى مشهورة دي بتنام في البيت اللي هو هي الوحيدة اللي بتبيت طبعا هي واناني بتاعتها تقول لي ايه يعني هامل لي ايه تعمل اقول لها تطمام انا ماسك اسم سكت تعمل قبل كده في انت عارفة في عيد ميلاد لما بيجيبوا الساحر والكلام ده الصغيرة لا يا ماما سبيني مع اصحابي عشان انا حابة اقعد في الزحمة دي اللي احنا عندنا في البيت اللي احنا عايشين فيه كل واحد فينا بيقعد في قوضة وانا حاس بحس بواحدة فاسبيني في الوحيدة اللي انا حاسة بيها لا خليكي وين قعدت باي بيت بيتك القديم؟ لا لا بيت احنا في التجمع الخامس لسه بس هي قعدة في بيت صحابها اللي هم صحابي المشتركين برضو منهم كابل عندهم بنتين كبار في سنها فهي عايزة تقعد معاهم في بيت فيه ابنا وام وولادهم وشغالينهم وستهم وجدهم فانا حاسة بيها البنت خليكي وانتي ام من اللي بيحضروا البيرنس ميتينج وبتاعه بروح طبعا بس مليش احتكاك باولياء الامور لان انا بقى ايه بحب اروح بالشانيل انت عارف ايو 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 هاي ترجع يلا والحكاة انا بقى ست عادي يعني بحب يعني مش ما هسترب الحاجات دي وما بحبش التناكة ما بحبش الان لازم اكلمك من هنا مغلطش وانا بتكلم ما بقاش على سجيتي قوي لان ده بالنسبة الناس يعني لازم دايما انا انا يعني ابقى عارف انا بقول ايه وابعمل ايه فانا ما خدتش على الهل على المسكة دي شكرا 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 شكرا